السلام عليكم تمنى تكونوا بألف خير في هذا الفيديو هادا غنقدم ليكم حوتة مع مراف الفران وغنرافقها بمجموعة من المقبلات بالخضر نتمنى للاعجاب ديالكم عندي هنا يا حوتة كبيرة نقيتها وغسلتها مزيان سقطرتها ودرت فيها في ليحة صغار وعصرت عليها مصحامدة غنوجد ليها الشرمولة ديالها اللي غنشرملها فيها هاد الحوتة ها عندي اسميتها الميرو يمكن لكم تستعملوا اي حوتة متوفرة عندكم الشرمولة ديالها غنحتاج ربع مقطع عصر حامضة شوية الكامون وريقة سيدنا موسى قصب ريابس التحميرة سكنجبير الملحة الليبزار الخرقوم البلدي الهريسة حسب الدوق والتومة هنا عندي ربعات الفصوص محقوقين عطرية السامك حسب الدوق اللي متوفرة عنده اللي ما متوفراش مايستعملهاش غناخد شيز لافة اللي غنصوف فيها الشرمولة غنوضع فيها الربيع قصبرو مع النوس مقطعي الرقاق تقريبا ثلاثة المعالق كبار القياس اللي غيقدني للشرمولة غنوضع معي القاتتومة تقريبا ثلاثة الفصوص محقوقين هنا انا عندي ربعات الفصوص ما غنضيرهم مش كاملين تقريبا ثلاثة المعالقة اللي هريسة هريسة حسب الدوق عصير حامضة غنضير العطرية غنضير شوية الملحة الملح حسب الدوق حتى هي غنضير رسل نص المعالقة كبيرة ديال القصبر يابس تقريبا ثلاثة الحوت تحميرها حتى هي رسل المعالقة رسل المعالقة ديال السكنجبير ورسل المعالقة الخرقوم ورسل المعالقة ديال الكامون وغنضير هنا ورقات سيدنا موسى ثلاثة ورقات سوال اربعة ورقات صغارين هنا عندي غنضيف الزيت البلدية نشر مولا نجد ثلاثة نضيف الشرمولة هذه هي غيش شرمولة اللي غنشرمل بها الحوتة ترقعت فيها ثلاثة نوجد لفغسة اللي غدا نعمرها بها الحشوة الزيت البلدية ثلاثة ثلاثة هلتت خلطتها من الظهر ديالها قد تجيني في العمارة ودرت فيها فليحات صغار باش تدخل فيها الشرمولة مزيان ده بغن ناخد هذيك الشرمولة ونشرمها من الأحسن استعمال يدي باش تلاقي ليها مزيان نتحكم فيها ونشرم لها ندخلوا الشرمولة في الفليحات مزيان نشرم الحوت مزيان بهذيك الشرمولة ندخل لها الشرمولة من الداخل مزيان وفلفليحات ومن الوسط باش نتبلوها مزيان بالنسبة لعطرية الحوت وليبزر أنا نسيت ما ضفتهم ضفتهم في الآخر بالنسبة للحشوة اللي غنعمر بيها الحوتة غنعمرها أنا بلكخوفت والخضرة الفلفلة الملونة خضيت هنا يفلفلة حمرة ووحدة خضرة ووحدة صفرة قليتهم وقشرت ليهم القشرة ديالهم وقطعتهم طريفات صغارين حتى الدنجال خليت تقريبا ثلاثة الدنجالات صغارين قشرتهم وقليتهم وقطعتهم طريفات صغار غنحتاج للقصبر ومعدنوس مقطعين ورقة تسيد نموسا الملحة شوية القصبر يابس سكنجبير ابزار شوية الهريسة حسب الضوك حامضة مع السرا والتومة محكوكة تقريبا عندي هنا مية جرام ديال الكروفيت شوية الفرماج حمر محكوك هنا عندي جبن جبلي إلا كانت جبن جبلي المنسم غايكون مل أفضل أنا ملقيتوش خديت غير هذا جبن طبيعي خليت هنا شي حبات ديال الكروفيت للتزين الزيت البلدية غناخد مقلة غنشحر فيها الكروفيت مع شوية الزيت البلدية والتومة خديت مقلة حتيتها فق البوتطسخن غنوضع فيها شوية ديال الزيت البلدية وغن وضع الكروفيت على عافية تكون مجهدة شوية حيث الكروفيت ما كيبغيش عافية مهيلة شوية الملحة لبزار شوية ديال سكنجبير رسل معلقة سكنجبير والقصبريا بستهوى الرسل معلقة تقريبا عاصر ديال نص حامدة تومة تقريبا جوشت الفصوص تومة محكوكين وغن نشحرها تجي في المقلة مزيان كيف ما قلت لكم على عافية تكون مجهدة شوية حيث الكروفيت ما كيبغيش العافية تكون مهيلة هنايا غنبقى نحرك على عافية مجهدة كيف ما قلت لكم وغن نحبس من التحرك انا وضع جوج وريقات ديال سيدنا موسى مع التحرك وتقريبا هنا انا وضعت نص معلقة الهريسة حسب الدوق كان شوية ديال الفلفلة اللي غنوجد بها الصلاة ديال الفلفلة بعد ما تشحر الكروفيت وطاب غنضيف لهد نجل مقطع طريفة صغار والفلفلة من ناحتي هي غن نحركه من ساجمه معه صافي ونطفي عليهم حتش هما طيبين غير نساجمه مع الكروفيت سافي غنضيف لهم شوية ديال الفرماج محكوك سافي ونطفي عليهم البوتخ دابا بعد ما طفت البوتخ اضفت شوية الربيع وشوية الهريسة دقت الشرمولة جتني محرج زتت لها شوية الهريسة سافي بعد ما بردات الحشوة غنضيف لها جوج معالك كبار ديال جبن جبلي من الأفضل قلت لكم إلا كان من السم الأفضل كي يعطي ما ضاق جميل حسن أنا ملقيتوش غنضيف الزيتون نقطع طريفة صغار وغنحرك نخلط مزيان سافي بعد ما نخلط الحشوة غناخد طاوة سوف نقلط يجmistول قليلا كل جدا وبان zapsk عن طريقة وسلنضيف لها شوية مثل هذه الطريقة سنضيف لها شوية جميلة بعد قومة سوف نعودها بالبابي كويسون سوف نعودها بالبابي أليمينيوم سوف ندخلها الفران سوف ندخلها حتى الطيب ثم ندخلها بالبابي كويسون سوف نوجد المقبلة سوف نرافق الحوتة سوف ندخل الفلفل ألوان سوف ندخل الزعلوك الخيزة سوف ندخل البطيطات الصغارين سوف نشرم لهم صواتي أنا فورت كل شي درت اللوبيا والخيزة فورتهم وبطاطة سلقتها بشوية الملحة والماء وقشرتها والفلفلة شويتهم ونقيتهم وقطعتهم أشريطة سوف نحتاج لهم تقريبا نفس الشرمولة سوف نشرم لها بهم كاملين سوف نحتاج الربيع مقطع كامون الحامض مصير مقطع طريفة صغار الملحة مقصبر يابس ليبزار وشوية تحميرة شوية الهريسة حسب الضوء ثومة مقطعة محكوكة وعصير حامدة والزيت البلدية سوف نشرم لها تقريبا بنفس الشرمولة سوف نأخذ مقيلة وضعتها على البوطة درت فيها شوية الزيت البلدية مع علقة كبيرة تقريبا مع مراش ديال الثومة سوف نشحر هذه الثومة مزيان بالزيت البلدية حتى أطلق حتى أطلق حتى أطلق التومة في الزيت البلدية مزيان بها الطريقة هادي غدا نشحرها ما نخليوهاش تحرق ما نحبسوش عليها من التحرق باش ما تتحرقش تومة هنوضع عليها اللوبيا اللوبيا اللي بخرتها هي والجازار بشوية المليحة ونضيف لها قريصة الملحة شوية الليبزار هنه هي ججم علقات كبار ديال القزبرو مع دنس مقطعين ججم علقات كبار ديال العسار الحامض هنه هي الهريسة حسب الدوق شوية الكامون وغنشحرها مزيان نسوطها مع هادك المكونات اللي درت فيها غير ينسجموا المكونات سوف نطفع عليها حتش اللوبيا را طيبة نسجم مع ربيع والعطرية والهريسة سوف نطفع عليها البوتا بعد ما حيت اللوبيا في نفس المقلات غنزيد شوية الزيت البلدية وغنوضع لبطيطات الصغار غنضير عليهم قبيصة الملحة قبيصة الليبزار شوية الهريسة شوية الكامون شوية تحميرة شوية القزبرو مع دنس مقطعين شوية ثومة وغنصوطي هادوك البطاطات مزيان في هادك الشرمولة بعد ما حيت البطاطة غنوضع لفلفلة ألوان أشريطة شوية الزيت البلدية شوية عصر الحامض شوية ثومة قزبرو مع دنوس مقطعين مليحة شوية الليبزار وغنشحرهم مزيان في هادك الفلفلة من اللي تشحر غنطفع عليهم في نفس الميقلات غنوضع شوية الزيت البلدية هنشحر فيها خيزو خيزو بعد ما معكتو شوية بالفورشيت هكا يحتد تمعك مزيان هنوضع عليه شوية ثومة محكوكة عاصر تقريبا جوج معلقات العاصر الحامض الحامض مقطع مقطع طريفة صغار شوية القزبر يابس شوية الليبزار شوية التحميرة قبيسة الملحة شوية القزبر ومعد نوس حسب الجوج معلقات كبار وشوية الهريسة الهريسة حسب الضوء اللي ما بغاهاش يمكن يستغن على ونشحرهم زيان حتى يتسحره ونحيده من فق البوطة ها هي الحوتة وجدات بعد ما طابت عريت عليها البابي وخليتها تحمرات من الفوق كيفما تشوفوا تلقات السوس هادك السوس غنضيره في زليفة وغنقدمه ها هي الحوتة وجدات حطيتها في هاد البلاطو هادا فرجت لها الخص وزينتها باد الحامض ودهك الكخوفيتة سوتيتوري بشوية الملحة والليبزار وزيت البلدية والسلاطات حتى هوا موجدو زعلو كل جازار اللوبيا مشرملة وحتى الفلفل الألوان مشرملة وزينت البطاطا سوتة زينت بها الحوتة من جناب ومعالي طومات سوريز الحوتة كتجيب هادشكل هادا كتجي لديدة وحتى الحشوة اللي درت فيها كتجي لديدة بزاف نتمنى تجربوها وتعجبكم إلا عجبكم الفيديو ما تنسونيش بجيم وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ونتمنى هادشي اللي كنقدم لكم لإعجاب ديالكم وشكرا اشتركوا في القناة